هبتدي معاكو رصد فقراتنا وهبتدي معاكو بقى أخبارنا دكتور ردح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعني وجه المدريات التعليمية والمدارس بإعطاء أولويات للاهتمام للطلبة زوي الاهتمام زوي الهمم وزوي الاحتياجات الخاصة ووجه بإعداد حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها للبيئة المحيطة بهؤلاء الطلبة لاهتمام بهم ومعرفة لغتهم لتيسير التواصل معهم وشدد الوزيرة على عدم استخدام العقاب البدني أو الإزاء النفسي للطلبة والعمل على حل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلبة وأيضا أرسلت المدريات التعليمية خطاب إلى الإدارات التعليمية بالتنبيه على مدير المدارس بفتح المدارس أيام الخميس والجمعة والسبت عشان يتمكن مهندسي هيئة الأبنية التعليمية من معينة المدارس على الطبيعة وتسهيل مهمة المهندسين والتنبيه على مدير المدارس بالتواجد بالمدرس موضوع يا جماعة فكرة أنه يعني نحل مشكلة ضعف القراءة ومنع العقاب البدني ده من شأنه أصلا أنه هو يدمجهم في المجتمع وفكرة الدمج دي أصلا استراتيجية للدولة المصرية للتعامل مع أصحاب الهمم العاقة سواء هي بدنية أو ذهنية أوقات بتعمل حمل نفسي كتير قوي على صاحبها فلذلك للمدرسة بيكون دور مهم جدا وعلينا إحنا كمان على أولادنا وهم رايحين المدرسة يتعاملوا مع الطلبة دي أنه هما يبقوا عارفين أنه دول إخوتهم ودول مسئوليتهم قبل أي حاجة لأنه دي مسئولية مشتركة بنا أن الناس تطلع صحيحة نفسيا قبل أي شيء وأعتقد أن دي جزء كبير قوي من إنسانيتنا اللي يمكن في البعض فقدها مع الوقت وأنه هو يتنمر وهكذا والحاجات اللي إحنا بنشوفها وبنرفضها بقلوبنا قبل عقولنا فإحنا نتمنى أن يبقى فيه مساعدة قدر المستطاع من أولياء الأمور اللي هما بيوصلوا لولادهم أنهما يساعدوا أصدقائهم وزميلهم في المدرسة أنهما يستطيعوا بقى يعملوا اللي هما عايزينه في حياتهم وده من خلال حاجة مهمة أوي أنهما يعملوهم زي إخواتهم ويتقبلوا الشخص اللي قدامهم زي ما هو بعيدا بقى عن التنمر وهكذا زي ما سردنا مع حضراتكم